على المستوى الشخصي أنا استمتعت في المباراة صراح شف يعني أولا مبروك للأهلي هارد لك مبروك للشباب هارد لك للأهلي شكرا لكل الفريقين حقيقي قدموا المباراة ممتعة ختام جميل للدور الأول من أفضل المباريات إثارة وأيضا حتى من ناحية الفنية كان في جملة تكتيكية عالية جدا كان في صراعات حقيقية داخل الملعب في ريمونتادة تتكرر مرتين في مباراة واحدة سبعة أهداف فرص عديدة ضائعة كانت حقيقة قمة نقول أو أفضل مباريات هذا الموسم بلا منازحة حتى الآن كل الفريقين قدموا فيها يعني شوف حتى الأهلي وهو خاسر يعني نقول الأهلاوين فعلا اليوم فريق كان بطر مع هالغيابات اللي موجودة عند الأهلي بهالشباب اللي موجودين الفريق فيه أخطاء عديدة خاصة في منطقة الدفاع لكن الفريق بطر يعني أنا وأتوقع أن الأهلي فاجأ الجميع بما فيهم الشباب لما جاء الهدفين أنا توقعت انهيار الأهلاوي والانهزامية بتكون أهلاوية الروح اللي لعب فيها الأهلي والعودة يعني ما تشاهدها كثير في الأهلي من مواسم مختفي مثل هالروح الكبيرة جدا اللي لعب فيها لكن كان ينقص طبعا الدفاعات الفريقين كلها عليها ملاحظات كبيرة جدا اليوم خاصة الدفاع للأهلاوي يعني عندما يتلقى هدف فعلا تجده ضاعي لو تجي تلقى في دقيقتين هدفين وفي دقيقتين هدفين يعني الأربع هدف كلها في دقيقتين تحس توهان داخل الدفاع الأهلاوي أنا أقول أنه أكثر يمكن الأشياء أيضا اللي أضرت بالأهلي يعني توزيع الجهد توزيع الجهد أعتقد الأهلي بذل مجهود كبير جدا في 60 دقيقة إلى 65 دقيقة بعدها لاحظنا أن اللاعبين الأهلي أرهقوا بشكل كبير ما تقدموا العطاء ولا استطاعوا تقديم العطاء خاصة على الناحية الهجومية لو تيجي العبد الرحمن غريب واليوسكي اللي هم يمكن كانوا أكثر خطورة والجهة اليسرى على الشبابيين وهم اللي كانوا صانعين الفارق الكبير جدا في الشوط الأول وحتى بداية الشوط الثاني بعدها خلاص لياقيا أنا أعتقد أنه اللاعبين تحديدا من الثاني كانوا منتهين لذلك انكشف أيضا مرة ثانية الدفاع الأهلاوي القوة الهجومية والتنظيم الهجومي الجيد الكبير جدا كان مساعدهم فعلا أنه مساعدة للدفاع الأهلاوي لكن بعد تراجع هذا الهجوم بعد تراجع أداء عبد الرحمن الغريب وما نتكلم عن الأداء نتكلم عن المعدل اللياقي الغريب اليوسكي هيثم عسيري ما عد شفنا السرعة اللي كان يتميز فيها الأهلي الأهلي كان في الشوط الأول إلى حتى الدقيقة السبعين تجده من كرتين ثلاث يوصل ممكن للمرمى الشبابي بعد العب الأهلي خاصة تقلت لك الثلاثي اللي كان الهجومي ما عد حتى قادرين يركضون الشباب يعني يحسب له حقيقة الخبرة الكبيرة جدا اللي يتمتع فيها أنه يعود بعد هذا السيناريو بتأكد أنك فقدت المباراة ثلاثة اثنين بعد أن تكونت مستقبل بهدفين لكنك أيضا أنك تعود بعدها هذه أيضا تحسب للفريق الشبابي تحسب خبرة لاعبيه الكبيرة جدا تحسب أيضا لقدرتهم و مستطاعتهم و وثقتهم بأنفسهم يعني قادرين يرجعون في أي وقت من مباراة حتى شفنا بعد الهدف الرابع كان في أكثر من فرصة خاصة ما عندي فعل الأهلاوي تحققت للشباب كانت ممكن تكون أكثر زيادة لكن بالنسبة للأهلاوين أنا لو كنت أهلاوي يعني أكيد أنه هالنتيجة و هالسيناريو هذا يعني مزعج بس لما أجي وناظر في الشكل العام على حال الفريق الفنيا هالموسم أشوف أنا من أجمل مباراة الأهلي حقيقة اللي قدمها الأهلي مع مباراة يمكن مع الهلال الروح العالية أيضاً اللي ظهر فيها الأعبين الأهلي الشباب الصاعد اللي قدم مباراة خرافية غريب هيثم عسيري حقيقة يعني تعطيك أمل كأهلاوي أنه الفريق قادر على العودة متى ما رتبت الإدارة أمورها متى ما دعمت الفريق يعني بعناصر إضافية متى ما عادت وظهرت هذه الروح يعني داخل الأهلي الأهلي عنده مشكلة روح كبيرة جداً كانت في المواصل الماضية أنا أشوفها اليوم كانت طاغية جداً في الملعب وهذه أهم ترى الأشياء اللي يفرح فيها الأهلاويين وهذه سر الانتصارات بأبا مرات حتى لما يكون إمكانياتك أقل عادية الروح تساعد وشفنا كثير من الفرق يعني بالقتالية بالروح الكبيرة جداً يعني تغطي على كثير من السلبيات وتجعلها يمكن تتفوق على الخصم ترجمة نانسي قنقر